مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثامن اليوم نحن مع درس جديد من درس التربية الإسلامية في مجال القرآن الكريم وهو تلاوة سورة الكهف من الآية الأولى إلى الآية الثامنة ومعنا حكم تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة بين يدي السورة الكريمة سورة الكهف من السورة المكية وعدد آياتها مئة وعشر آيات وسميت بالكهف لتناولها قصة أصحاب الكهف وقد بدأ السورة بالمدح والثناء على الله جل جلاله ولها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى تلاوة من سورة الكهف من الآية رقم واحد إلى الآية رقم اثنين وتجد أحكم اللام والترقيق قال مجاهد إذا تثائبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظيماً حتى يذهب تثائبك في القول السابق أمر وتعليل وضحهما الأمر الإمساك عن تلاوة القرآن الكريم التعليل أي السبب تعظيماً للقرآن الكريم ما الأداب التي تفعلها أثناء تلاوة القرآن الكريم؟ الإمساك عند التلاوة أثناء التثاوب إذا أتاك التثاوب وأن تقرأ القرآن امسك التثاوب ولا تقرأ القرآن فإذا انتهيت من التثاوب أكمل قراءتك أهدافنا في هذا الدرس أن يتروا الطالب بالآيات الكريمة تلاوة سليمة وأن يستخرج الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات وأن يتعرف الطالب على أحكام تفخيم اللام وترقيقها في لفظ الجلالة الهدف الأول أن يتروا الطالب بالآيات الكريمة تلاوة سليمة قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا الآن سوف أقرأ الآيات وتقرأ معي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أحسنتم بارك الله فيكم وأنا فعل الله بكم وبعلمكم معنا الآن معاني المفردات والتراكيب كبرت أي عظمت باخع أي مهلك بهذا الحديث القرآن الكريم صعيدا جرزا فتاة يابسا لا نبات فيها الهدف الثالث أن يتعرف الطالب على أحكام التفخيم اللام وترقيقها تفخيم اللام وترقيقها التفخيم هو تغليض صوت الحرف في أثناء النطق به حتى يمتلئ الفم بصده والترقيق هو تخفيف الحرف في أثناء النطق به والأصل في حرف اللام الترقيق عدا لفظ الجلالة الله فلها حالات تفخيم وحالات ترقيق تفخيم لام لفظ الجلالة الله البدء بلفظ الجلالة مثل قول الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو بعد الفتح مثل وعد الله أو بعد الضم مثل يحكم الله ترقيق لام لفظ الجلالة الله في ثلاثة مواضع إذا سبقها إذا سبقها كسر مثل يهدي الله لاحظوا يهدي الله والأول والأول إذا سبقها ياء مدية مثل وينجي الله وينجي الله افتحوا الكتاب صفحة 18 ولا عليكم من الآيات الكريمة استخرج مثالا لكل حالة من حالتي تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة معللا ما أذكره حالة لام لفظ الجلالة التفخيم والترقيق المثال في التفخيم يحكم الله التعليل سبقها ضم الترقيق مثاله الحمد لله سبقها كسر الحمد لله الحمد لله اللام هي المكشورة التي سبقت الله فرققت الحمد لله في الختام انتهى درسنا لهذا اليوم على عمل لقاء بكم من جديد في شرح جديد لاستكمال دروس مادة التربية الإسلامية كما أرجو منكم من الطلاب الأعزاء اهتمام بالفيديوهات سماعا ومتابعة منصة المدرسة الإلكترونية وحل الواجب الموضوع هناك وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية